الأغاني وإحنا بقى المصريين طبعا الغنى بالنسبة لنا ده حاجة جميلة وعندنا أغاني عاشت معنا جيل سلم جيل والناس كلها سمعتها وحبتها وتأثرت بيها فكركم بالذات بأغنية تملي معك فنان والنجم الكبير الغضبة عمر ديب الأغنية دي كلنا فاكرينها لأنه وقت نزول تملي معك كانت أغنية رومانسية وكانت الناس محتاجة للنوع الهادي الرومانسي ده علشان كده نجاح الأغنية الحقيقة كان يعني على مدى سنين طويلة الأغنية كانت كل الناس كانت بتحبها جدا لسه المخرج بيفكرني حتى البلوفر بتاع عمر ديب اللي كان لبسه في الأغنية شباب كتير جدا لبسوه طبعا يعني اتمنى انهم يحطوني الأغنية واحنا بنتكلم زي ما انتم شايفين الأغنية دي كمان تصورت في طبعا أجواء أوروبية كلها وكانت الحقيقة أغنية من الأغنيات اللي كانت الناس مبسوطة بيها الأغنية تصورت في تشيك وزي ما انتم شايفينه وعمر ديب كان بسيط جدا بس الأغنية كانت محققة نجاح كبير جدا أغنية رومانسية هدية ولطيفة طيب ايه الحكاية ايه اللي خلينا نفتكر دلوقتي أغنية تملي معاك اختارت مجلة رولينجستون الأمريكية وهي متخصصة المجلة دي في الموسيقى العالمية يعني بتشتغل على الموسيقى وبتتكلم وبتبرز وبتعرف ايه الترند و ايه الموجود واختارت أغنية تملي معاك للنجم عمر ديب كأهم أغنية في القرن الواحد والعشرين قرن واحد وعشرين الأغنية دي اختروها هي رقم واحد الاختيار ده جيه نتيجة تقرير الحقيقة كبير والشركة قدمته والمجلة الحقيقة عملت التقرير ده في خمسين أغنية في الشرق الأوسط كله يعني فكانت بتشوف ايه أكتر أغنية لها هذا التأثير ايه أكتر أغنية الناس بتسمعها ايه أكتر أغنية الناس مرتبطة بيها وده اللي حصل انه الأغنية أخدت المركز الأول والأغنية الحقيقة تم ترجمتها لخمستاشر لغة فانت بتكلم على خمستاشر لغة متابعة الأغنية وبتغني تملي معاك